أولاً يعني إيه أهمية الأرقام اللي احنا بنقولها دي واللي بلغت يعني رقم مهم وتبقى مصر هي من أوائل الدول ومن أهم الدول خاصة في أفريقيا في تلقي الاستثمارات الأجنبية وأهمية الاستثمارات الأجنبية بشكل عام في مصر في الفترة الحالية طيب تمام اسمح لي في الأول أن احنا نقول يعني استثمار أجنبي عندنا استثمار داخلي واستثمار أجنبي استثمار داخلي يطلع به أو يقوم به المستثمريين المصريين داخل الدول الاستثمار الأجنبي هو عبارة عن تضفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري بمعنى ضخ عملة صعبة دولار ويورو بالأخص يعني داخل السوق السوق المصري الاستثمار بالمفهوم ده أو داخل أي دولة عموماً بالمفهوم ده تسعى إليه كل الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها أوروبا بما فيها الدول الخالية تمام؟ لأنه يعتبر شريان للتنمية ورافض للنقد الأجنبي وما فيش أي دولة في العالم مش بتحتاج النقد الأجنبي في التبادلات ومزان المدفعات الدولي والتبادلات التجارية الدولية طيب علشان مصر أو أي دولة عموما تكون جاذبة للإستثمارات الأجنبية لازم تخلق بيئة جاذبة وبيئة مواتية للاستثمار الأجنبي هنطبق بقى على مصر ونشوف مصر عملت إيه علشان تجذب الإستثمارات الأجنبية خلبي يتمي مثلا مننا تسهيلات معينة لجذبهم أكيد طبعا بس عشان بس نوضح أهمية الإستثمار قبل ما نشوف مصر عملت إيه والسياسة الاقتصادية المصرية أن أنا دلوقتي عندي مشروعات كبيرة قد تعجز الحكومة عن القيام بها ما عندهاش موارد كافية تمام أو لها أولويات تانية تمام الفردة عندي لو أنا عندي الموارد اللي تقوم بالمشروعات هعملها طب لو ما عنديش هيب قدامي أحد أمرين إما الاقتراض وإما الاستثمار وهيب لو جبت دين هيب عندي دين وعندي فوائد وعندي إصاط وعندي 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 هيب أنا مديون اللي هيقوم ويحل محل الدين ويحقق مصلحة أكيدة للبلد هو الاستثمار أنه بيحمل عب الدين وبيحمل عب الحاجات دو كلها ويطلع بعملية التنمية للاقتصاد المصر فده يبرز أهمية الاستثمار أنه بديل لا يقارن بالقرد أو بالديون الخارجي